لأنه عنده تحديات كتيرة جاية مهمة جدا يمكن أبرزها وأقوىها وأقربها كاس العالم للأندية والمنافس المباشر المحتمل اتحاد جد السعودي لأنه حيلعب مع أوكلاند سيتي يوم 12 والفائز من الاتنين حيلعب الأهلي يوم 15 ديسمبر الجديد أنه اتحاد جد النهاردة عزل مدربه البرازيلي نونو سانتو بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة في البطولة المحلية وفي البطولة الأسيوية وبيبحث عن مدرب يجهزه لأنه كمان هم مهتمين جدا جدا ببطولة العالم لأنها تقام عندهم ومواجهة الأهل المحتملة فيها لها الطابع خاص موزلها البطولة العالم بتلقي على هذا القرار في هذا التوقيت يعني لو هو مش عايز يأجل أكتر من كده عشان يلحق اللي يجي يراجل فيه اتنين متغيرين يعني متغيرين مهمين جدا هو أقالة المدرب للإخفاق فيما مضى تعيين مدرب جديد حيوب قالوا مؤكد الشدة بتاعت التغيير ودي بتبقى شدة إيجابية في معظم الأحوال أيضا عودة اللاعب الكبير وقائد الفريق حجازي من الإصابة حيسجلوا الكاس العالم حيسجل لأنه هو خلف خلاصه بيبتدى يتأهل عندهم مشكلة لأنه عندهم 12 لعب أجنبي والمسموح بتمن لعبة فقط في القيد المحلي لكن قالوا أنه هم حيسجلوه فيما يخص كاس العالم للأندية حيتم ولا مش حيتم هي ما بين الاتحاد الأسياوي وما بين الاتحاد السعودي والاتحاد الدولة هنشوف الفترة الجاية وكمالي حاسر هتمشي إزاي ماذا جاهزيته؟ ماذا لو جاهز قوي هتكون على حساب إعادة مش هيفري معاه طيب في الشق العربي الوحدة الإماراتي أعلن النهاردة عن إقالة بيتسو موسماني المدرب الجنوب الأفريقي المدير الفن السابق للأهلي فترة قصيرة جدا أضاها بيتسو موسماني مع الوحدة النتائج تراجعت كتير تم الاستمعان بسوء كلام ده يعني له مؤشرات بقى له شوية كده لكن برضو يعني تغيير مدربين في قصة الموسم ده بقى ظاهرة يعني بعد ما كانت مصرية بقت عربية يعني وأعتقد يعني بيتسو يعني من توفيق مع نادي الأهلي جاد ده أصعد به أنه خطة جروبة تانية مش موفقة دي لا تقيم أنا في رأي لا تقيم المدربين لأنها اعتبرت كثيرة ومناخ كسير يعني مناخ يساعد 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 شي دوافع عندك أنت شخصيا كمدرب شايفة إيه مع الفريق اللي أنت رايح له ولكن يبقى حق الجميع في اتغازي الخارطة اللي يراه طب بيتسو موسماني يعني من تجربة للأهلي فاز فيها باتنين دور الأبطال وطوله تصوبر وأسهمه ارتفعت جدا في القارة إلى تجربة مع أهلي جادة السعودي صحيح أنه صعد به من الدرجة التانية لكن ما صبروش أبدا ومجرد ما صعده للدور الممتاز استغنوا عنه وهو قال أنه هو قدم شكوى في الفيفا للمطالبة بمستحقات ليه ثم للوحدة الإماراتي لم ينضي غير يعني أشهر قليلة وتم الاستغناء عنه تجربته في الأهلي تشفعله لا تجربته الأهلي الأسهر في أكتر صراء في حياته بعدد البطولات بعدد الاهتمام هي اللي أوصلته للاتحاد السعودي هي اللي أوصلته للاتحاد الإماراتي هي اللي جابته للشمال وقد تعيده لأي دوري من الدوريات المحترمة لأنها تجربة ثارية وهو من المدربين اللي بيدي لك أمارات يعني يحيارك شوية بس بيدي لك أمارات إنه عنده حاجة ممكن يقدمها ويحقق بيها نتائج وطفارات لكن النهاردة هو لم يستمر غير مع صندون ومع النادي الأهلي حتى هو يعني اللي كان صاحب قرار أنه يمشي كان يعني الأهلي يمتاز قرار بأنه يمشي نتمنى وهو رجل قد ما دور ناجح مع النادي الأهلي إن ربنا وفقه نتمنى 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 نتمنى